بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف الخلق والمرسلين هنبدأ نتكلم مع بعض النهاردة في ديزان الأعمدة تبقى للكود المصري 2003 2018 طبعا زي ما احنا عارفين ان ده لو شكل منشأ في السري دي بتبقى دي بالنسبة لك هي الفوتنج اللي عندك وبيبقى عندك ده بالنسبة لك هي رائبة العمود او العمود اللي عندك وده بنسميها البيم واللي جوا دي بنسميها الاسلابة اللي عندك فالعمود اللي عندك وبيبقى العنصر في المنشأ وده بيبقى من اهمل عناصر في المنشأ ولازم انت بتصنوتي واخد بالك كويس جدا من الشركات اللي انت مفهود تعملها ليه ويكون لازم فيك يكون امن سواء كان عليه اكسية لووت او اكسية لومنت طبعا هو المسؤول عن انه يبقى انده ينقل الاحمال من اخر براطة في السقف وبالقمرات لحد ما توصل لمنسوذ الأواعد ويبدأ الرياكشن بتاعه ويوصل للأواعد بعد كده الأواعد تاخده تنقله للتربة طيب اه انواع الاعمدة اللي عندنا فيه نوع اللي هو زي الطايت كولام وده بيبقى عمودي اما مربعي اما مستطيل او دائري بس الكنر بتاقي شكلها مفاصل بالشكل اللي انت شايفه ده ده شكل العمود اللي هو الطايت كولام فيه عمود اللي بتبقى الكنر بتاعته كانت حلزونية وده اشهر حاجة فيها في الاعمدة الدائرية ده العمودة برضه ممكن نصممها من حيث الدزاين بتاعها ازا كانت العمودة زكات شورت ولا لونج كولام وهنفهم الفرق ما بينهم ايه او الحدود اللي نقدر نحدد بها ازا كان العمود ده شورت ولا لونج قدام بس اها باختصار انت العمود الشورت لما بتأثر بيه على بيه بيكون نسبة العرض بتاعه نسبة عرض العمود بالنسبة لطوله بتبقى النسبة مش كبيرة فبالتالي بيكون العمود شورت فما بيحصلوش اي انبعاج او باكلنج لكن لما يكون العمود طويل فبيكون العرض بالنسبة لطول العمود ده بيكون كبير فبيبدأ يحصل لما بنتأثر عليه بحمل بتلاقي ان العمود يبدأ يحصل له باكلنج الكلام ده ممكن تعمله مسلا في الحياة انك ممكن تجيب مصطرة مصطرة تكون مسلا طولها خمسة سنتي وابدأ وقفها واثر عليها بحملة كده هشوف هيحصل انبعاج قد ايه وهات مصطرة طولها عشرين سنتي مثلا ووقفها وابدأ اصر عليها بحملة هتلاقي ان المصطرة اللي طولها عشرين سنتي دي عملت انبعاج اكبر من المصطرة اللي كان من الخمسة سنتي الانبعاج ده بينتج عنه دلتا قيمة الدلتا دي لما بضربها في البيه فبتبع عندك قوة في مسافة فساعتها تديك عزم اضافي على العمود محتاجة انك تصمم العمود ساعتها نتيجة انك تحمل قوة الضغط اللي عليه زائد الام قدشنا ولو الكلام ده هنشوفه قدام طيب اه لو جينا شوفنا توصيلات الكود المصري تبقى لاخر تحديث يقولك ان لو ده كان عرض العمود ده كده كان بالنسبة لك ده البي بتاع العمود ده البي وده التي وده كده التي بتاع العمود لقالك لو الطول بتاع العمود على البي اقلي من او يسوي خمسة يبقى لك عمود ده هيبقى عمود ولو عمدك الطول على البي اكبر من خمسة يبقى العمود اللي عندك ده يبقى تصنيفه شير وال طبعا الكود الامريكي الاخير اه في النقطة دي عشان بس ما شرحناهش في كود ده لما جينا شرحناه في الكود الامريكي اه قبل كده كان بيقولك اه النسبة دي اربعة يعني كان يقولك ان التي على البي لو اقل من الاربعة او اقل من او يسوي الاربعة يبقى العمود ده عندك كولم ولو كان اكبر من اربعة يبقى العمود اللي عندك ده شير وال لكن بعد كده في التحديث الاخير عملوا الاربعة دي ثلاثة تمام خلوا الاربعة دي ثلاثة تمام هو رقم صواجر يعني لو عمود دي عمود عشرين في ستين ده ما ينفعش تنتعمل معاملة الشيروول او عشرين في خمسة وستين لكن هما كانت تفسيرهم يعني على الكلام زمائينا اللي حضروا السمينار للإي سي آي في التحليس الاخير قالك ان هما فرضوا مثلا ما يبقى عرض العمود تلتين وطوله تسعين فانت بتشوف ان حجم العمود اصلا تلتين في تسعين ده ده حاجة جازق حاجة رجد فممكن يتصرف معك زي الشيرو العادي فده وطبعا مع اجهاد الخرصانة والكلام ده في امريكا بيبقى عالي فهم قالك ان يبقى الطول على العرض اهل ميناء ويساوي التلاتة يبقى كالا من لو اكبر من التلاتة يبقى شيروول وده اخر حاجة في اللي هو تلتمية وطمانتاشر تسعة عشر تمام احنا بس نقولها لان احنا مزاكناشو احنا بنصمم الاعمل ده تبقى اللي كوز الامريكي عندك بعد كده الارياز سي المينموم اللي عندك على الكتاب بتبقى يا اما ستة من عشر على المية من الارياز اللي احنا اخت اخترناها يعني اللي بمعنى انت لما فيك تصمم العمود مثلا نتيجة البيئة اولتمل بيطلع لك مساح المساحة دي والدكم مثلا كانت تلعى ب2880 واخبالك بتبقى الارياز اللي عندك احنا مثلا 2880 دي هتروح تقول مثلا العرض ب30 فتاسم 2830 على التلاتين سي مثلا طلعت رقم تاني واللي يكن مثلا قول تطلع معاك مسلا ب96 فانت مش هتاخد العمود 96 سنتي يعني مش لعفت انك يفسه كده فبتقول لا العمود ده هيبقى متر واخبالك فيبقى 30 في متر ب3000 يبقى دي هي كده الاريا اتشوزن لكن ال2880 اللي كانت طلع من المسألة هي دي الاريا اللي كانت طلع لك من الحسبب بتاعتك او الاريا ريكوير او الاريا كاركوليته اللي عندك فدي تبقى نسبتها 8 من 10 عالمية من الاريا كاركوليت او 6 من 10 عالمية من الاريا تشوزن وده كده نسبة التسليح المنوم في القطاع العمود تبقى للقود المصري اه لو جينا نبص برضه على الاهمية الحديد في الاعمدة طبعا الكلام ده يسرع الكود الامريكا يسرع الكود المصري يعني انت فايدة الحديد في الاعمدة انها بتساعد على تقريب ابعاد العمود في تحمل قوة الضغط بتبدأ برضه لان انت هتلاقي ترمل التسليح بتاعك داخل ضمن معدلة البيه التمت لما يجي نشوفها قدام دلوقتي وعمدك برضه بتحمي السوكة بتاعت العمود او المخة او الاركوان بتاعت العمود من الكسر طبعا الحديد بيقوم معاك عزوم لان انت عايفين ان الحديد بيبقى كويس اصلا في مقاومة قوة الشاد فالعزوم دي هنتوجع عنا قوة شادة تمام فهي بتساعد في مقاومة قوة العزوم سواء كان عندك باكلينج او رياح او لاترا او زلازل نتيجة الاباكلينج او لاترا اللوود عمدك بتبدأ برضه انها بتبدأ تقلق لجهادات بتاعت الانكماش اه بعد كده بتعمل داقطيلة للعمود بتزود المنطلية بتاعته طيب لو جلنا نشوف المكسيما بتاع القطاع قالك ان احنا نجاسم موضح الامداء لعمود انتاريير وعمود وعمود اتж وعمود كورنر ده يعني لو المنشأ بالشكل ده يبقى العمود في الزاوية بتاعت المنشأ ده شكل العمود ولو العمود اتج يعني بتلاقي العمود عمدك واخد الشكل ده كده ده كده شكل العمود ده كده لكن لو عمود انتيريور بتلاقي ان العمود داخل المنشأ بالشكل ده ففي الانتيريور باربعة في المية في الاتج بخمسة في المية في الكورنر هتبقى بستة في المية وهتلاقي ان النسبة بتزيد معاك كل ما العمود بيبدأ يطلع لوحدود المنشأ طبعا ده ليه لو احنا جينا بصينا على الشكل او الرسمة ده طبعا الرسمة دي من وذكرات المهندس ياسر ليسي من باب برضو اعطاها كل دي حق حقه وجزاء الله كله خير. اه احنا العمود الانتيريور لو احنا جينا شوفنا العمود الانتيريور بالشكل ده فبتلاقي انه متصل به كاميرا من هنا وكاميرا من هنا. فلو انا كان الكاميرا دي جايب عزم الكاميرا دي كده لو جايب عزم الكاميرا التانية هتقدر تتحمل فرق العزوم ده معها. ولو الكاميرا دي جايب عزم التانية برضه هيشفي العزم. فتلاقي ان الكاميرات دي بتلاشي بعض فتلاقي ان العزوم عليه صغيرة جدا. اللي وصلت للعمود هتلاقيها اربعة في المية لكن لو عندك قامرا عمود اتج فهتلاقي من هنا قامرا ومن هنا قامرا فاي عزوم هتنتج دي هتشيل ده لكن العزم اللي ينتج نتيجة القامرا دي مش هيلاقي حاجة في الاتجاه التاني يشيلها او يلاشيها فلا هيتطر يروح للعمود فهتلاقي ان العمود بقى عليه عزم متوسط لكن في الاعمدة هتلاقي ان العمود بالشكل اللي انت شايفه ده هيبقى عليه عزم كده وعليه عزم كده وما فيش حاجة في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده يلاشيها. فبتلاقي عزون كبيرة عشان كده بنبدأ نيكبر النسبة للتسليح الماكسما بتاعته بتوصل لستة في المية. طبعا عايز اقول لك على حاجة مهمة جدا ان احنا بنحاول في الشغل بصفة عامة ان احنا ما نزودش التسليح الماكسما عن اربعة في المية. مع ان الكود سامع بس احنا ما نزودهش عن اربعة في المية. ليه بقى? لان احنا بنيجي مثلا في اماكن الوصلات لو كان عندي ده ده بي ما هي دي كده هي البي بتاعتك. تمام? ودة بالنسبة لك هيو العمود. وده العمود اللي تحت. لما بنيجي مسلا نوصل العمود de лю ي courtroom في نتصول العمود اللي فوق. بتلقي الاسياخ اللي فوق دي في هي ازايات ده كده منطقة التماسك. فهتلاقي ان اللون اللاحمر ده لو هو نسبته تمانية في المية. واللون اللازراء ده نسبته تمانية في المية. يعني انت عمدك في منطقة اللي انا علمته لك دي الجوينت دي كده نسبة التسليح فيها بقت كام بقت 16% وصلت واحنا اصلا بتاعنا في الوصلات لأ مفروض ما تزيلش عن 8% فعشان كده بنحاول ان احنا نخلي التسليح بتاعنا ايا كان معوضة العمود ما تزيلش عن 4% علشان النقطة دي عشان لما اجيش في التسليح هنا هلاقي الاحمر ده جايب 4% ولاقي اللازرق ده جايب 4% يبقى انا عمدي في الجوينت او في الوصلة دي ماكسموم التسليح اللي عمدك هيبقى كام هو 8% ولاي ازيد عن كده خلاص اه برضو لو جينا نشوف رص الحديد احنا الحديد بنرصه على المحيط الخارجي للعمود لان هو ده ساعت هو اللي يقدر اتحمل معاك العزوم ما بنرصوش على الداخل لان رصك في الداخل ده هو مش هيشيل معاك يعني كهو زي ما انت متخيل الحجب تانية اه هو هيجي يصبه هنا كان في مسافة الركامي او الخرصانة تبدأ تنزل فيه هنا خلاص انت انت العمود فهم الخرصانة كده هتنزل فيه ازاي نجينا برضو المسافات بين الاسياخ المسافات بين الاسياخ ممكن لو المسافة دي لانه المسافة دي مسافات بين الاسياخ كانت اقل من مية و خمسين ميلي او خمستاشر صمتي لما نجي نربط الاعمدة بالinsella تمكن نربط سيخ ونسب سيخ ونربط سيخ. جيد بلقي بقى التربيط كده سيخ وسيخ يبقى انت عندك سيخ في النص مش متربط لكن لو كانت المسافة اكبر من 15 هتضطر تربط كل الاسياخ اللي عندك في العمود. طبعا المسافات ما بين الاسياخ دي ما بنزودهاش عن خمسة وعشرين سنتي. طب لي ما بنزودهاش عن خمسة وعشرين سنتي عشان برضو نتلافى موضوع حدوث شروخ نتيجة اللي انكيماش بعد الخارسانة. هنا دي بقى اقل مسافة بين الاسياخ يعني دي برضو بتحدد لك عدد الاكتر انت تحطها في العمول. بتشوف المسافات ما بينهم هي المنموم ما وصلت لها ولا لسه. المسافات المنموم اللي ما بيني الاعمال ده هي اما القطر الماكسيموم يعني القطر ده لك قطر ستاشر يبقى ساعتها الفي الماكسيموم هي ستاشر دي بتتكلم في واحد وستة من عشرة او ستاشر ميلي او بتبقى واحد ونص المكاسر الاعتبار الاكبر للركاب. شوف الخارسانة اللي عندك الركاب اللي فيها كام او مقاس السن او الفين والال اللي بيسموه السن ده. اللي بيسموه برضو برا الركاب. شوف المقاس ده اضربه في واحد ونص. وشوف القطر المستخدم اللي عندك واخد الرقم الكبير ده كده بالنسبة لك هي ادنى مسافة ما بين الاسياء. طيب لو جينا بقى نتكلم عن الكانات فى الاعمدة. الكانات فى الاعمدة المفروض من مسافة بين فرعي الكانة. حتى لو انت حقتها انه alla فكرة كلها من المسافة بين الفرع ده لفرع ده مزلش عم تلاتين سنتي عشان كده قلتلك لو المسافات بين الاسيخ اقل من خمستاشر سنتي ممكن نربط سيخ ونسيب سيخ لكن لو كانت اكبر من خمستاشر سنتي هيبقى هنربط كله لكن هنا بنربط سيخ ونسيب سيخ لان المسافة اقل من خمستاشر سنتي لو كانت اكبر لأ ساعتها هتحتاج انك تربط كله عشان ما توصلش ان المسافات بين الفرعي اللي كانت تبقى اكبر من التلاتين سنتي. طيب. لو جينا شوفنا بقى في الكود المصري المسافة الال دي تمام? قالك ان الال المكسن من هنا بتبقى هي عشرين سنتي اما خمستاشر القطر الحديد الطول اللي انت مستخدمه. يعني لو الحديد ده كان قطره مسلا من آآ آآ ستاشر. احنا مستخدمين ستاشر مسلا في العمدة. تضرب خمستاشر في ستاشر الرقم ده تلع لك بالمليمتر وتروح تقرنه بمتين مليمتر وتاخد الرقم من هنا الاقال. يبقى ده كده الال المكسن من اللي عندك. طبعا انت لو جيت شفت اصلا الفردات تاعت الكود المتين ملي دي يعني تتكلم في خمسة في المتر. ما يقلش عن كده. تمام? لو جيت شفتها بقى زي اللي كانت موجودة في الكود الامريكي كان بيقول لك ان المسافة بتبقى ما تعديش الستاشر مرة الكتر او تمانية وربعين كتر اللي كانة. يا ستاشر كتر تسليح الرئيسي للعمود الحديد الطولي. تمانية وربعين كتر اللي كانة. اللي هو الاربعة تمانية وربعين فايز طيراب. يا اما البعد الادنى للقطاع. وطبعا احنا البيني مينوم لاي قطاع عمود ما بتقلش عن المتين مليمتر. فاللي هي برضو هتلاقيها قريبة جدا من الاركام بتاعت الكود المصري دي.